السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم ادخلنا في أوليائك وأحبابك وجندك وعبادك المقربين اللهم تمم علينا نعمتك وألهمنا الرشاد والصفاء وطيب القلوب وصلاح الأعمال وسداد الألسنة اللهم كملنا بكمالات النبيين أكمل ما تكمله أحدا من الوارثين الصدقين واكتب لنا حسن الختام وعالي المقام اللهم نورنا بأنوال الصادقين الصدقين وازقنا همم السابقين المقربين وعرفنا معارف الربانيين فارج عنا وعن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصرف عنا كل وباء وبلاء وغلاء واصرف عنا السوء كله وارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألين اللهم خلافة راشدة على منهاج النبوة واجعلنا من جندها وأهلها اللهم وفرح العالمين بالإسلام وحكم الإسلام وافتح قلوبهم للإسلام وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وصلنا إلى المبحث السابع حكم السفر والقدوم على المشايخ والإخوان وحكمته وحكمته وآدابه وبعده مبحث عن قضية السؤال سؤال المال والشحدة في هذين المبحثين من خلالهما نفهم شيئا من التصورات عن حقيقة التصوف وحقيقة الإحسان فمسألة السفر وما ذكره من حكم وأحكام وآداب فيه تلفت النظر إلى أنه لا يجوز أن نستغل السلوك إلى الله لأجل ترفيه النفس لا يجوز أن نستعمل عملا صحيحا بمقصد غير صحيح في المقابل في المبحث الثامن في قضية سؤال المال أحيانا كيف يستعمل الحلال ليكون له أثر هائل في إصلاح القلوب والنفس وإخضاعها لله سبحانه وتعالى فالسفر قد تحبه النفوس بتشوف ناس بتشوف بلاد بتتجول بتتعرف والساركون لهم عناية بهذا لكن لا يجوز أن يكون المنطلق هو الهوى وشمت الهوى وحب التعرف وإنما يجب أن يكون السفر يخدم سلوكك إلى الله يخدم مقام الإحسان يكون منضبطا بالأحكام الشرعية والآداب الإحسانية وأيضا سؤال المال مسألة ذات بعد عميق السلوك إلى الله هو النفس أن تنقل هذه النفس من خبثها إلى طيبها من معاندتها لحكم الله إلى خضوعها لحكم الله فإذا كان حكم الله ثقيلا فأثقل حكم لله تخضع نفسك له فأنت قد قطعت مسافة شاسعة في السير إلى الله ولا ينبغي أن تكون وسائل السلوك مخالفة للشرع لذلك سيتضح معنا أن مسألة السؤال للمال أيضا هي منضبطة بالفقه وفقه المذاهب الأربعة وفقه الكتاب والسنة ولا تخرج عن ذلك أبدا حكم السفر والقدوم على المشايخ والإخوان وحكمته وآدابه آداب السفر المشروع متى يكون السفر مشروعا ضرب لنا أهم الأمثلة التي لأجلها يسافر الصوفي قال مذهبهم أي مذهب الصوفية في جولة البلدان في السفر والتجول في البلاد زيارة الشيوخ والإخواني من مقاصد السالكين إن استطاع وجد مالا ووقتا أن يتصل بالشيوخ هو له شيخه في بلده وربما يكون شيخه في بلد آخر فيسافر إلى شيخه له شيخه في بلده لكن أن يتعرف على المشايخ والصالحين والربانيين هذا التنوع في الأخذ يفيد طبعا المشهور عن الصوفية أنهم لا يقبلون شيخين لتلميذ واحد لكن لا يعني هذا أن لا نستفيد من مئات المشايخ لكن كشيخ يحكم فيك في النهاية وتمشي خلفه قلنا من قبل حتى لا تكون أنت الحاكم وأنت المميز بين الشيخين فترجع إلى هوى نفسك لابد أن يكون الشيخ هو الذي يقودك ويربيك ويختار لك بعد أن يكون الشيخ أهلا لكن أن تنتفع من عشرات المشايخ لا مشكلة في هذا بل هذا محبوب تزور السالكين الإخوان يعني إخوانك في السلوك وفي العلم وفي الطريق إلى الله وفي الدعوة ونحوها وأيضا تزور الشيوخ الربانيين المعلمين وكذلك الفقهاء وغير ذلك قال فهذا من الأمور التي يعتني بها الصوفية إن قدروا على ذلك ثم اقتباس العلم والآثار قد يسافر لطلب العلم كان مختصا بطلب العلم فشأنه شأن العلماء في ذلك مع كونه سائر إلى الله ومجتهد في العبادة وله شيخه الذي يربيه وأيضا له مسلكه العلمي عند العلماء ويزور العلماء ويقصدهم ويذهب نصف سنة ربع سنة شهر يجلس عند العالم يأخذ عنه علما وهكذا إلى الآن يوجد مثلا ناس يذهب إلى شيخ في القراءات فيجلس عنده شهرا فربما يأخذ قراءة قراءتين ثلاثا وربما القراءة كلها إذا كان مدقن قراءة في البداية ممكن أن يعرض القراءات جميعا بشهر واحد ممكن يذهب فيأخذ علما كاملا عند الشيخ المتفرغ للتعليم وأحيانا الشيخ يعطي تلميذا واحدا ما يعطيه للألوف لأنه يعلم أن هذا المهتم والحريص يذهب إلى بلاده فيعلم الألوف فيفتح الله به بلادا فأهل التصوف يعتنون أيضا بالسفر للعلم وطلب العلم اتفقه في الدين إلى علماء العقيدة إلى سائر العلوم اللغة المنطقة لغير ذلك قال وأيضا الآثار والرواية والحديث ونحو ذلك طبعا هذا لم يعد كما في السابق بعد أن جمعت الكتب لكن أيضا لا زال متوارثا في الأمة الإسلامية أن بعض الناس خصصوا أنفسهم لأخذ الأسانيد فتجد واحد عنده 200 إسناد إلى البخاري ومسلم وإلى أسانيد القراءات وأسانيد كتب الفقه وإلى غير ذلك تقيم تخصص بهذا مسند عصره فأيضا أهل التصوف يعتنون بهذا بشرط أن لا يكون هوى نفس لأنه أحيانا طلبوا الإسناد العالي كما أخبر السلف كان فيه هوى نفس يعني عندك إسناد صحيح بسبع رواه الدور على إسناد صحيح بثلاث رواه أحيانا لا يكون لأجل الله ولتقوية الإسناد وإنما أنه على إسناد عالي فهذا من هوى النفس فلابد أن يحذر الإنسان من دخول هوى النفس حتى في هذه الأبواب اقتباس أخذ العلم والآثار أو رد ظلم أو للاعتباري إذا كنت لا سمح الله ظلمت واحد وأخذت منه مال طبعا قديما لا كان فيه تحويل ولا كذا فأحيانا تتطرد وتسافر إلى بلد مشان ترد المظلمة ترد المال اللي أخذته بغير حق ترد الدين اللي تأخرت فيه فهذا عندئذ يصير سفرا واجبا أو للاعتباري للاعتبار للتفكر السياحة في الأرض على نية التفكر والتعرف على خلق الله هذا أيضا بشرط أن تكون النية صحيحة بعض الصالحين حينما ينظر في الكون كأنه يرى الله كل شيء يدل على الله كل شيء ترى فيه قدرة الله ملك الله رحمة الله قوة الله هداية الله وهكذا يعني حينما ترى هذه النحلة أولو في النحلات تأخذ ذرات لتصنع لك عسلا ما هذه الجنود التي سخرت لك كما أنت كريم على الله وتعرض عن الله فتنظر في هذا الكون تعتبر تتفكر أو للخمول هنا هذا ربما يختص به الصوفية للخمول أو لنفي الجاه إنسان لو كان في بلده سيشتهر وإذا اشتهر ستصير الأنظار إليه ستشغله في أن يأخذ العلم عنه سيشغلونه في السؤال في التربية ربما يشغلونه في أمور الدنيا فالسالك إذا كان يستغني ويقدر على السفر يسافر إلى بلد لا أحد يعرفه كما فعل الغزالي رحمه الله حينما انتقل من بغداد إلى الشام في بغداد كان يدرس ما لا يقل عن ألف طالب لكن هو يرى نفسه محتاجا إلى أن يعتني بنفسه عنده خلل في إخلاصه في صدقه في إقباله على الله في عجب في النفس قال ما الفائدة أن أعلم الناس وأنا نفسي خربان فهرب من هذا الجو ليصطح نفسه حتى وصل مرتبة عظيمة في صلاح النفس رجع فنفع الله به أكبر مما نفع به أولا فالنفع في العلم والخير من صادق صالح في نفسه أعظم بكثير ممن يحاول الإصلاح وهو عنده خلل أو لنفي الجه إنسان صار معروف بقصدون ناس كان وزير كذا وبين قومه هذا بيشغله هذا بيشغله هذا بيقصده هذا بيقصده هذا كله أحيانا بيكون على حساب صلاح نفسك إذا مش على حساب صلاح نفسك ما في مشكلة بالعكس هذا يقربك إلى الله أن تخدم الناس ووفق أحكام الله لكن إن كان يشغلك عن نفسك ويبعدك عن الله ويفتح عليك مجالات أو عندك خلل في قلبك من عجب ونحوه عندئذ أنت مطالب أن تفر لم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فعندئذ هو يسافر لنفي الجه يذهب إلى بلد لا أحد يعرفه يتعبد ويقبل على الله وهكذا اليوم صار الواحد لو سافر من خلال ها التلفزيون معروف شكله حكا أن أحد المشايخ السعوديين الذين نظن بهم الصلاح قال كنت أروح كل سنة أعتكف في رمضان عشر الأواخر في الحرم المكي قال فصرت أطلع الفضائيات أحيانا فلما صرت معروف عند الناس أروح أعتكف كل دقيقة يسلم عليه واحد الشيخ فلان الشيخ فلان ادعينا كذا وهذا اللي يقعده قال راح الاعتكاف قال فصرت أذهب فأصلي في الحرم وأرجع إلى الفندق أعتكف في الفندق بدل المسجد هذا لا يجوز في حق العلماء يجب أن نعطيهم حقهم في أن يتفرغوا للعبادة يستجمعوا نورهم ولا يكون شغلهم الشاغل في الناس مش أن أسلم عليه ولكذا أقطع عليه خلوته عبادته لابد أن نوازن بين هذه الأمور فنفي الجاه له أثر كبير في صلاح كثير من الناس وهذا مطلوب طبعا كل هذه الأمور دائما ينبغي الرجوع فيها إلى شيخ واستشارته في ذلك لأنه حتى يتجرد الإنسان عن هواه في المسألة يحتاج إلى مثل هذه المشورة وسوف يشير الشيخ إلى أنه لابد من هذه الاستشارة قال أو للخمول أو لنفي الجاه أو للرسول أو لبيت الله لبيت الله يذهب يحج يعتمر يعتكف يطوف فهذا أيضا أمر مشروع ومندوب وربما يكون فريضة الحج وفريضة العمر على مذهب من يقول أن العمر فريضة مرة في العمر أما لبيت الرسول فأيضا هذا بإجماع المذاهب مندوب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد تشد الرحال وتسافر لأجل زيارة بيت الله وزيارة المسجد النبوي والمسجد الأقصى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فهذا مستحب طبعا ينبه أيضا علماء المذاهب على أنه أيضا تقصد بزيارتك زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بدعة ليس بدعة إنما قوله لا تشد الرحال يتكلم في حق المساجد مع ذلك قالوا استثنى منها بعض المقاصد كإذا ذهبت إلى مسجد لأجل العلم الذي فيه إذا ذهبت إلى قباء وغير ذلك فالحديث لا يتكلم عن شد الرحال إلى القبور لا يتكلم عن شد الرحال إلى طلب العلم فهذه المسائل أيضا مجمع عليها عند أهل السنة خلافا لما نسمعه من السلفية والوهابية أنه ما بجوز تقصد زيارة النبي لازم تقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا مسجد النبي زيارته بألف ضعف الصلاة فيه والمسجد الحرام بمئة ألف لا واش نروح على مسجد النبي ما نروح على مسجد الحرام لكن لنا مقصد في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى السلفي يشهد بأن المدينة فيها رحانية أعلى من مكة مكة فيها جلال والمدينة فيها جمال هذا ببركة وجود النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حيا وميتا بركته ظاهرة لكل أحد حتى هي ظاهرة في سكان المدينة وأهل المدينة الأصليين والأنصار وأبناء الأنصار رضي الله عنه فمن يفتي بعدم جواز قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة هذا خارج عن طريق أهل السنة ومخالف لإجماع أهل السنة ومذاهبهم فهنا أهل التصوف يعتنون بقضية عدم التحرك بأهوائهم وشهواتهم وإنما أن يكون السفر بمقصد صحيح وقد يحقق السفر مقاصد عظيمة من جهة العلم من جهة الاعتبار من جهة الحج والعمرة ونحو ذلك من جهة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم واستذكار سيارته من جهة طلب العلم والانتفاع من الشيوخ والعارفين والربانيين إلى غير ذلك من أسباب هذا الذهاب أو هذا السفر ومنها الخمول ونفي الجهة بعض الناس يقول لك يا أخي هذا التنطع من الصوفية أنه يترك بلده مشان أنه معروف لك يا أخي زبط قلبه بلا شيء يروح نقول لنا سلف في هذا مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أويث القرني وهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم خير التابعين ما منعه من أن يكون صحابيا إلا بره بأمه كان من أهل اليمن حتى يخدمها لم يستطع أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي أمر من يلقاه من مثل عمر وعلي أن يطلبا منه أن يستغفر لهما ما أعظم شأنه عند الله حتى يدعو لصحابه أكابر فلما كان يأتي حجاج اليمن ووفود اليمن كان عمر يسألهم هل فيكم أغيثني القرني مرة كان مع الناس فقام رجل يسخر منه هذا حقير أنت لو اشتسأل عنه فدلوه أنه تركنا مع أغنامنا وإبلنا يحفظها وأنه راعي ويستحقرونه فالتقاه عمر رضي الله عنه وطلب منه أن يستغفر له أن يستغفر له هذا أويسون القرني انتقل إلى العراق وعرفه الناس وعرفوا قدره وعرفوا أن عمر طلب استغفاره وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ومدحه فلما رأى الناس مقبلين عليه فر منه فكان كل ما عرف في محلة هرب منها طلبا للخمول فالقضية لا تستنكر ما دمت تعتني بهذا بصلاح قلبك وتفر مما يشغلك عن الله لكن أيضا لا تعني ترك الواجبات ففي أي سفر من الأسفار تسافر تقوم بالواجبات بدك تحقق المطلوب منك بدك دير بالك على أهلك تعتني فيهم لا تضيعهم إلى غير ذلك ومثل ذلك إذا خرجت للدعوة إلى الله إذا خرجت للجهاد في سبيل الله إذا خرجت للتعليم أو للتعلم كل هذه مقاصد صحيحة إذا خرجت إلى الدعوة أيضا بدك تعتني بأهلك ما اطول عليهم كون حاططهم مصروف إلى غير ذلك كل هذا يبغي أن يعتني به الشالك وكل مسلم أيضا وقد تكون الهجرة هروبا من الظلم أنت في بلد لا تستطيع أن تعلم ولا أن تؤدي دعوتك فتفر إلى بلد تقدر على هذا أنت في بلد تظلم فيه تسجن بالباطل جاز لك أن تفر من هذا وفي بلد تفتن فيه عن دينك أو يفتن أهلك واجب أن تهاجر في ناس راحوا إلى أمريكا لكن صار الآن هذا فتن لابنائهم وأحفادهم واجبت الهجرة في ناس في بلاد المسلمين فتنته في بلاد المسلمين ويجدوا الساعة في بلاد الغرب للأسف فالقضية حكم شرعي وأيضا موازنة يؤدي فيها الإنسان وحق الله سبحانه وتعالى مما ذكرناه أيضا في السفر هنا أن يسافر للاعتبار قل سيروا في الأرض فانظروا أمرنا الله تعالى أن نسير وأن ننظر وأن نعتبر وأن نرى هلاك الظالمين وأن نرى نعم الله وهكذا ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين شوف أثار البترة وتفكر شوف أثار جرس وتفكر شوف أثار ثمود في بلاد جزيرة العرب وتعتبر وهكذا بعد أن نبه الشيخ إلى هذه الأسباب التي يمكن أن يسافر فيها الإنسان كما قلنا يوجد غيرها لكن هذا من أهمها ذكر بعد ذلك آداب السفر قال وَلَمْ تَكُنْ أَسْفَارُهُمْ تَنَزُّهَا مش لشمة الهوى والتنزه وتضيع الوقت والاستمتاع المسلم لا يفكر بالاستمتاع يأتيه الاستمتاع وعرضا لكن ليس هو المقصد المقصد الآخر المقصد الجندية لله وَلَمْ تَكُنْ أَسْفَارُهُمْ تَنَزُّهَا للاسف بعض الصوفية بتلاقيه يغالي في شيخه بحيث يهمل أباه بعض الصوفية أو الصوفيات تغالي في طاعة شيختها وتهمل أمها وأباها أو زوجها لابد من موازنة شرعية وللفقهاء أيضا كلام في هذه الموازنات ومتى تكون الطاعة للزوج مقدمة متى تكون الطاعة للشيخ مقدمة وهي في النهاية أحكام شرعية فالصوفي يجب أن ينضبط بها هنا يقول لك الصوفية ما بتركوا أباؤهم بطنشوهم بسافر بدون ما يخبروا بدون ما يستأذن بل يستأذن شيخه ويستأذن أباه وأمه ويستأذن حتى إخوانه في السلوك وإخوانه في عائلته ونحو ذلك قال ولم تكن أيضا بلا استئذان للشيخ والآباء والإخوان بل هم يستأذنونهم ولم يكن ذلك للفتوح أو لمرئ مبتذل ممدوحي لم يكن للفتوح الدنيوية يعني مش همهم الدنيا همهم الآخرة في ناس عايش في بلده ومرتاه وعنده مال وكفاية ويذهب إلى بلد آخر يترك أهله سنة وسنتين وثلاثة لأجل المال هل هذا المنطق صحيح؟ هل هذا أنت مضطر إليه؟ لما بتضطر مقول ماشي الحال لكن بعض الناس يشتغل في بلد خمستعشر سنة وربما كل سنتين ثلاثة يطول على أهله كان لنا جار ترك بلده خمستعشر سنة وقرر في النهاية أن يرجع إلى بلده لأنه صار عمر ابنه خمستعشر سنة وكلما ذهب إليه يراه غريبا الولد يرى أباه غريبا مستعد يتفاعل معه؟ هذا أبوي مهمني خمستعشر سنة فلا تكون الدنيا أحب إلا وحاجة الدنيا تحرجنا نفتش عن طريقة صحيحة أنت لمش متزوج تارك زوجتك وماشي سنة وسنتين وثلاثة شهر شهرين ماشيها عما نص سنة وسنة وسنوات وتكرر هذا ليش ما تأخذ أهلك معك؟ طبعا الضرورات نحسب الأحساب لكن بغير ضرورة لا بد نعيد التفكير والدول اللي بتعطي إقامة فقط للعامل وما بتعطي لزوجته هذه الدول مجرمة تدور على غيرها ولم يكن ذلك للفتوح الفتوح كانوا يستعملوا آبائنا وأجدادنا الله يفتح عليك في الأمر الديني والإقبال على الله والمعرفة وبصيرة القلب وأحيانا يستعملوا لفتوح الدنيا الله يفتح لك يعني يوسع عليك الدنيا فهنا استعملها بمعنى الفتوح الدنيوي وأنه مش هم الدنيا قد يضطر ما في مانعه لكن إذا مش مضطر تكون في بلدك تصل أرحامك تشارك في الدعوة إلى الله والدي رحمه الله ذهب إلى أحد البلاد العربية فاعتبرها مقبرت الدعاء بعد ما عاش فيها خمس سنوات ندم على ذلك قال لو أني في بلدي مهما كنت مضيق علي فمجالي في الدعوة وأثري في الدعوة أكثر من تلك البلاد فأيضا يوازن الإنسان بين هذا وهذا قال ولم يكن ذلك للفتوحي أو لمرئ مبتذل ممدوحي يعني واحد يطلب المدح بده الناس خدام عنده ويعطيهم الفلوس نافق لي وأنا بقدم لك الصوفي لا يقبل أن يكون إمعة ولا يقبل أن يكون ذيلا ولا يقبل أن يكون منافقا فإذا أنت بشوف على الإعلام ناس مطبلين واسمهم صوفية ومشيخ صوفية هؤلاء منافقون وليسوا لا بصوفية ولا على الإسلام الحق فتسافر للبلدة قعد الطبل وتغني وتمجد للظلمة والمجرمين وتقول عن حالك شيخ صوفي أنت كذاب فلا يغرنا هذه الأمور التصوف هو السبيل لنفي النفاق والسبيل لصنع حقيقة التوحيد والإخلاص أن يصير مطية للنفاق فهذا إجرام في حق التصوف وإجرام في حق الإسلام قال فحيث حلوا بل تنفى بالحراء أن يغصد الشيخة وبعد الفقراء أيضا ممكن في قضية الفتوح نرجع إليها ممكن في معنى الفتوح وحتى الفتح في السلوك إلى الله أن تنوي أن تصير صالحا قلبك سليم لا مشكلة لكن أن يكون مقصودك الكشف والفتح أحيانا يسمى كشفا أو فتحا أو مشاهدة فبكنه عنه أنه طالب فتح أنه طالب أنه يصير عنده بصيرة يشوف يسمع ما لا يسمعه الناس يصير عنده كرامة فلا يكون سفرك بقصد هذا يروى أن أحد كبار أئمة التصوف حينما كان سالكا كان هو وأخوه في الله يذكران الله تعالى وكل يوم يقول اليوم الله بيفتح علينا بقرى الله بيفتح علينا فمر بهم أحد الصالحين قال لا تكن اليوم يفتح الله علي غدا يفتح الله علي قل متى أكونك على مراد الله أذكر لأنك عبد لله أذكر طاعة لله فلما أصلحوا النية فتح الله عليهم أكرمهم الله فلا يكون نيتك أنه ولا أنا بدي أصفير ولي بسفري هذا هاي نعم وممكن تبقى في بلدك وربنا يكرمك وممكن تسافر وما يكرمك أبو ثور معدود من كبار المجتهدين منعه بره بأمه وخدمته لها أن يسافر في طلب العلم فعوضه الله كل علماء زمانه كانوا يأتون إلى بغداد فكأنما سافر إلى العالم كله وصار إمام مشتهد والجنيد من أئمة التصوف كان على طريق أبي ثور في الفقه كان يلتزم طريقة شيخه في الفقه ثم يذكر لنا آدابا أخرى قال فحيث حلوا بلدة فبالحراء إذا نزلوا بلدة فبالحلي والمهم أن يقصدوا الشيخة وبعد الفقراء جزء تجايل هدف معين لطلب علم لعمل لكذا لكن تحرص على أن تلتقي بالصالحين من أهل هذه البلدة مشايخ وسالكين علماء وطلاب علم فتتحرى أن تصل إلى هذا وأن تتعرف على شيوخ هذا البلد وتستفيد منهم وتقتبس منهم قال وإن للقوم هنا آدابا سيذكر لنا آداب اجتماعنا بالمشايخ وبالسالكين طبعا كل زمان له طبيعته قديما كان الشيخ يستضيف المسافرين فيجلس عند الشيخ يلتقوا بالتلاميذ كثيرا اليوم هذا مش متاح بنفس الطريقة أنت بتنزل في فندق لكن بتزور هذا الشيخ ساعة هذا الشيخ ساعة هذا بتزوره في مجلسه العلمي في مجلسه التربوي وهكذا قال وإن للقوم هنا آدابا إذ جعلوا كلامهم جوابا من آدابهم أنه لا يتكلم وهو غريب إلا إذا طلب منه الكلام تكلم بقدر ما سئل جعلوا كلامهم جوابا يعني إذا سئلوا أجابوا أما أبي تعدى على مجالس الناس ويستعرض عضلاته وأنا فهمان وأنا عارف وأنا كذا قال فإن تعاطى الشيخ منهم قولا الشيخ بده إياك تقول قال لك تفضل تكلم عظنا أعطينا من علمك عندئذ امتثالا لأمره تتكلم وبأدب وحكمة فإن تعاطى الشيخ منهم قولا قالوا وإلا فالسكوت أولا كما قلنا أدبا وعدم استعراض للنفس أمام الآخرين ولأنه أنت ما بتعرف شو عند هؤلاء الناس ربما عندهم أعظم مما عندك حتى لو كان ما عندهم شيء متميز كل ناس إلهم ميزاتهم تلقائيا يعني نحن سمعنا من شيوخنا قال لنا شيخ من العارفين فيما نظنه له كلام راقي جدا زارنا بعض المشايخ يتكلم نفس المعاني لكن بتعبيرات مختلفة مئة بالمئة فاستفدنا من هذا استفادة هائلة في تنوع التعبير فلا تخلو من فائدة تستفيدها من الصالحين الصادقين ثم ذكر أيضا آدابا أخرى قال وواجب على أولي الإقامة تفقد الوارد بالكرامة المقيمين الذين جاء المسافر إليهم كيف يتعاملون مع المسافر وواجب على أولي الإقامة تفقد الوارد بالكرامة المقيمون حينما يأتيهم وارد إليهم يعني مسافر وصل إليهم يتفقدونه بالكرامة بالإكرام وهو يزور القوم في الحرام وإنما ذاك للاحترام قال كل ناس بتزورهم في بلد بتروح بتزوروا في بيته قال إلا إذا كانوا مجاورين في الحرمين فتزورهم في الحرم لأن المجاورين في الحرمين حريصين يجلسوا في الحرم أقصى ما يستطيعون تلاقي في النهار جالس في الليل جالس إلا لو قاتل بيتطر يروح فيها على شغل أو أهله فبدالما تضيع وقتهم وهم يريدون القربة والنفع فعندئذ تزورهم في المسجد الحرام وتنتفع منهم شوف هذه التنبيهات الطيبة قال ويبدأ الوارد بالسلام يسلمون عليه يسلم عليهم يردون السلام يبدأون بالأنس بالكلام بتقديم الطعام يكلمونه بتهيئة الراحة له والمنام ونحو ذلك وآداب الضيافة المعروفة شرعا ويبدأ الوارد بالسلام وبالطعام كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ بعجل مشوي مباشرة ما لبث شوف هذا التعبير الذي مدحه الله أن تسارع بالإكرام بيجيك ضيف في أيام الصيف سواء المسافر ولا مش مسافر فورا نقدم الماء البالد هيئ ضيافة سريعا بجزء ما يقول عندك خمس دقائق عندك فواكه عندك حاجة قدم مباشرة وبالطعام هذا مسافر من بابه لا يكون يعني ربما جاء أو يحتاج إلى الراحة ونحو ذلك ثم بالإكرام زيادة على الطعام والسلام والترحيب أيضا تكرمه كما قلنا بتهيئ له المبيت الراحة أسباب الراحة وهكذا وكلموه بعدها تكليما لما بيستريح وشوفوا في مجال تكلم وأيضا يكلمونه ليأنس ويشعر بأنه هؤلاء أهله وأحبابه وما يشعر ب جفوة جاههم تأسيا بفعل إبراهيم بعدما قال سلام قالوا سلام مباشرة أتاهم بهذا ثم دخل معهم في الحديث تأسيا بفعل إبراهيم في السلام والطعام والإكرام والكلام وكرهوا سؤال هذا الوارد إلا عن الشيخ أو التلامد التلامد بالدال للوزن والمقصود التلامذ التلاميذ قال يسألوا عن شيخه وعن أهل الطريق في بلده وعن السالكين ونحو ذلك لا يكثروا عليه من أسألهم لا يسألوا عن الأمور الشخصية إلا إذا هو أحدثهم ورأى من المناسب والحكمة ذلك يعني إلا عن الشيخ أو التلامد وكرهوا تضييعه أوراده هنا رجع إلى أدبه هو قال السالك إلى الله حريص على القرب والأوراد وقيام الليل وكثرة الذكر أوراد الصباح والمساء ومنها تلاوة القرآن منها المأثورات منها الأذكار صلاة الضحى سنن الرواتب التسبحات بعد الصلاة إلى غير ذلك من أوراد الإنسان صيام اثنين خميس مثلا فالسالك حريص على التقرب إلى الله في كل ما يقربه فلا يجعل السفر سبيلا إلى الترخص وترك الأوراد صحيح ربنا جعل لنا فصحة الإشيء اللي ما بتقدر عليه في السفر ربنا يجري لك أجره ولو تركته إذا كان لعذل أو لمشقة منحو ذلك كما ورد في السنة لكن أنت أيها السالك طالب الإحسان فلا تجعل السفر على حساب أورادك ما استطعت فقال وكره تضيعه أوراده كيف وقد جاء إلى الزيادة يأتي إلى الزيادة فبروح بروح رأس المال فأنت تبقي رأس المال وتبقي اجتهادك ومع ذلك تحاول معه أن تستزيد وأن تستفيد في سفرك قال ومن يسافر في هوا النفوس فإنما يؤمر بالجلوس بدك تسافر لهوا النفس مشان تمتع مشان يقال سافر مشان يقال التقى بالشيخ فلان وقعد في بيتك أحسن لك لأن السفر في هوا النفوس بعد في السير لم يعد سير إلى الله بل صار سير في طريق هواه يعمق النفس والبعد عن الله والخضوع للنفس بدل الخضوع لله سبحانه وتعالى فهذا الباب قضية السفر كما قلنا هو جانب من الجوانب التي يعطيك لمحة عن بعض معاني التصوف وآداب التصوف ولا سيما قضية التوجه لله وعدم إعطاء النفس هواها وشهوتها من غير أن تكون صادقة لله سبحانه وتعالى فيما تسير وفيما تفعل يذكر أن الإمام الجيلاني اختلى حوالي 27 سنة يترك الناس ويذهب في الفلاء ويعتمد على الله ويتوكل على الله ومرزوق ويمر بين الحين والآخر إلى شيخه وإخوانه ثم يعود حتى فتح الله عليه فتحا كبيرا فقضية العناية بالبعد عن أسباب لانشغال عن طاعة الله مهمة جدا وممكن أن تجلس في بيتك تصلي في المسجد ومحد يعرفك وتابع سلوكك أحلك ممكن أحيانا يشغلوك قلابتك ممكن يشغلوك الضغط الاجتماعي والتقاليد ممكن تشغلك إذا كان أي شيء من هذه لم يؤثر على سلوكك بدك تقدم علاقتك مع الله اليوم إحنا مرات مشان أحضر عزع مشان أحضر عرص مشان كذا وجاملات أنت مش مقتنع فيها وهي بتشغلك عن مصالحك أحيانا وبالضيع ربما أعمالك الدنيوية وبالضيع أعمالك الدينية تلاقينا كنا خاضعين إلا أما نصلح قلوبنا لا هذا ما بيصير عند الصادقين روح أحضر عزال لكن لا تبعد ساعتين وتضيع كلامك روح لك ربع ساعة استفيد من وقتك تروح على عرص ما فيه منكر سلم وبارك ومشي فنقعد ساعة وساعتين وتلاتة وكل يوم عرص وبكرة عرص ومرات الروح على العرص ساعتين والرجع ساعتين يعني لا نكلف بعض هذه الأمور ولا نعتب على بعض ولا فلان ليش ما جيت ولا ما جيت فأنت لا يكون هواك عبوديتك للتقاليد والأعراف والمجاملات وأيضا المجتمع مش لازم يضغط على الإنسان في هذه الأبواب حتى نوصل إلى درجة نفسد أنفسنا وضيع أوقات بعض يوم على سبيل المثال في الدوائر الرسمية والأعمال تلاقي كل يومين والله فلان عنده عزاء فلان عنده عزاء وبيقول له يومين ثلاثة يعني ضيعنا حتى الأعمال الدنيوية ومصالح الناس بحجة قال رايح على عزاء بنعمه وعزاء عمه وكذا ويروح ويقعدوا من الصبح للمساء هذا منطق العزاء بكفيها ساعتين مساء ومش شرط كل يوم والله يجي حتى لو بنعمه ولا عمه ولا كلا من حاولين استطعنا لكن ما يكون هذا ضاغط لا على دنيانا ومفسد أعمالنا ومضيعين حقوق الناس ولا ضاغط على ديننا وآخرتنا المبحث الثامن حكم سؤال المال وأسبابه وآدابه هنا كما قررنا من قبل الصوفي يلتزم بأحكام الفقه يلتزم بالأحكام الشرعية السؤال أو اللي مسميه الشحادة احنا في المصطلح العام سؤال المال وطلب المال له أحكام شرعية فأحيانا يكون مبنوعا أحيانا يكون واجبا أحيانا يكون مندوبا أحيانا يكون مباحا أحيانا يكون مكروها أحيانا يكون حراما تتعاوره الأحكام الخمسة على حسب الحالة فالصوفي يستفيد من الحالة المباحة بل ربما هي مندوبة لكن يستفيدها لإصلاح نفسه من أصعب الأمور على النفس أن الواحد يميد إيده للناس بشأنها ذلة بشأنها ذلة وبالذوب النفس لما بتضطر تطلب من الناس هذا معنى ذوبان النفس استفاده الصوفية في تربية التلاميذ لكن بشرط لا تطلب لنفسك في الظاهر ربما الناس بفكروك تطلب لنفسك لكن أنت تطلب لغيرك تطلب على وجه مشروع وليس سؤال المال هنا بمعنى أنه أنت تارك واجبك في الشغل وتارك أهلك مضيع ومتروح تطلب من الناس كان بحجة أنك سالك إلى الله جزء من سلوكك عملك وقيامك بالأسباب لما أنت بكون محتاج للعمل وللإنفاق نحو ذلك وبتوازن بين هذه الأمور يعني إحنا سلكنا على مشايخنا في السلوك لا تركنا طلب العلم ولا تركنا التعليم وبين مهندسين شغالين في أشغالهم وبيننا أطباء شغالين وبيننا دكاترة وقضاء وأئمة مساجد ومدرسي لغة عربية وكذا والكل شغال ومتابع مع الشيخ بيحضر مجالسه وبيعمل أوراده إلى آخره وبترقى شيئا فشيئا ما غبنا عن المجتمع ولم فصمنا عنه فقضية سؤال المال هي في الحقيقة نوع من أنواع التربية النفسية طبعا اليوم كان يقولنا شيخنا والله يرحموا الشيخ عليها وزيد اليوم لو إحنا بنا نطلب من طلابنا يروحوا يشحدوا ما أحد يجع السلوك إحنا مش نطالبينكم بهذا بل بالعكس يقول هذا أحيانا يؤذي الإسلام يشوفوا طلابنا رايحين يشحدوا في المساجد ويشحدوا قدام الناس ما بدنا هذا لكن هنا نريد فقط أن نلفت النظر إلى جانب اعتنى به بعض الصوفية وكان موجود فقط في بعض البلاد في بعض الأزمنة يعني هي ليست مظهر كلي في التصوف ولا قاعدة معتمدة في التربية عند الصوفية كلهم لكن لكون المؤلف من بلاد المغرب وأهل المغرب بقوا قرون معتنين بهذا الجانب فهو رأى أنه لا بد أن يذكر هذا لكن نحن نستفيد منه مسألة قهر النفس إخضاع النفس أن يكون النظر إلى أنه إذا أراد الله مني أمرا فأنا لا أستثقله بل أخضع نفسي وأجاهدها حتى تستسلم له ولو كان ثقيلا على النفس هذا مش بختص في سؤال المال وإنما أيضا يتعدى إلى مسائل كثيرة منها مثلا نفسك قد تستثقل الصلاة نفسك قد تستثقل الصيام قد تستثقل طلب العلم تقهر نفسك لمراد الله نفسك تستثقل الحجاب والله بل بسش جلباب المجتمع بيعجبوش أنت بدك ما يعجب المجتمع ولا بدك ما يرضي ربنا فإخضاع النفس وإخراجها من العبودية للتقاليد المجتمع للأهواء لما تظنه النفس وثقافة النفس إلى الثقافة الربانية إلى مراد الله هذه قضية مفصلية في السلوك مدام نحن نندل أنفسنا ونجامل مجتمعنا على حساب الله لن نفلح ولا من نكون مسلمين بحق ولا من نكون صوفية ومحسنين هنا قبل أن يبدأ حتى ما نظن أنه والله الصوفية شحادين قال لك احنا ملتزمون بالأحكام الشرعية لكن في حكم مباح نستثمره لإصلاح النفس هذا كل ما في الأمر فبدأ الكلام في أنه هذا السؤال أحكام شرعية فقال حكم السؤال عندهم مشروع طورا يعني أحيانا وطورا عندهم ممنوع يعني على نفس ما يحكم به الفقهاء بعد ذلك تكلم عن ثلاثة أنواع من السؤال قبل أن ندخل فيها نحن سنبين تفصيل هذا الكلام الذي ذكره أحيانا ممنوع أحيانا جائز ومشروع تفصيل ذلك عند الفقهاء وعلى حسب النصوص الواردة في الكتاب والسنة أن السؤال على خمسة أنواع النوع الأول أن الأصل في طلب المال والشحدة من الناس أو الشحادة مكروه في المجمل والشديد الكراهة يعني ليس هو الأصل أصل كل واحد يشتغل وكذا وإذا احتاج شوي يعني يتصبر شوي لكن قد يصل إلى درجات بالطر فالشرع فتح له هذا الباب لكن كأس العام يعني كيف في النكاح منقول الأصل فيه سنة لكن قد يصير واجبا في حق الإنسان قد يصير محرما في حق الإنسان يمكن أن يظلم قد يصير واجبا في حق الإنسان يخاف على نفسه الزنا كذلك السؤال الحكم الأصلي هو الكراه وكراه الشديدة للنهي عن ذلك لكن في ظروف قد يصير واجبا قد يصير مباحا إلى آخرين سنفصلها فالأصل في الشحادة وطلب المال خاصة إذا كان ينوي الاستكثار من المال واستزادة والاتكال على الناس بدل ما يروح يعمل واشتغل هذا يكون مكروها وشديد الكراهة ويدل على ذلك عدة نصوص منها حديث مسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا بده يزداد من المال من غير حاجة فإنما يسأل الجمرة شوف النهي الشديد كأنه عاب يطلب جمر جهنم والعياذ بالله فليستقل لا وليستكثر يعني عاب يسخر منه تخذت لك شوية جمرة ولا بتاخذ لك كثير يعني بيظل بيشحد بيجمع له خمسة عشر ألف وبيموت وعنده قصر من وراء الاشحادة فأنت جمعت نار جهنم بدلا ما تروح تشتغل وتكون منتج عاب تتعالف المجتمع وأساءت صورة المجتمع المسلم أيضا حديث البخاري ومسلم لا تزال المسألة بالرجل يعني اللي بيظل بيسأل الناس وهو قادر يتعفف عن ذلك لا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم مثل ما أنت يعني انتهكت حرمة نفسك بالسؤال من غير ضرورة فكذلك أنت فقدت ماء وجهك ونظارة وجهك وصار عظم بدون لحم عند الله مثل ما فوتت مرؤتك أمام الناس فوتتها عند الله يوم القيامة أيضا يدل على هذا أيضا حديث البخاري ومسلم وكره لكم ثلاثا وذكر منها وكثرة السؤال كثرة السؤال بعضهم فسرها بسؤال المال وطلب المال وبعضهم فسرها كثرة الأسئلة التي لا فائدة منها إذن هذا الحكم الأول الحكم العام أنه مكروه شرعا الحكم الثاني إذا كان الإنسان محتاجا واضطر إلى السؤال يعني ما عنده عمل يغنيه أو عنده عمل مش مكفيه وجدت له حاجات شديدة فعنده إذن جاز له أن يسأل اضطرارا فيصير السؤال جائزا في حقه ويدل على هذا حديث قبيصة لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مالا لأنه تحمل حمالة يعني دية قتل قتيل لكذا بالخطأ فوجب عليه دية فعنده إذا مش قادر جاز له أن يشعد وأن يطلب من الناس فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أقم حتى تأتينا الصدق حتى يجينا الصدق حتى نعطيك حتى تدفع الدية فنأمر لك بها ثم قال له يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة صار عليه دية مش قادر يدفعها فحلت له المسألة وحتى يصيبها أصابها ما بجوز تكمل الشحادة وخلاص يتعود عليها قل والله تعودت أشحد وأطلب خلاص قديت ما عليك بتوقف فقال ثم يمسك ما بيجعلها عادة حياة وشغلة حياة ورجل أصابته جائحة يعني شيء يهلك المال احترق بيته احترقت مزرعته ومتجره ورجل أصابته جائحة يجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش مش يروح يسأل الناس حتى يرجع 150 ألف ويرجع المتجر لا حتى يقدر يمشي حاله بس وبعدين اشتغل لك أي حاجة أو قال سدادا من عيش ما يسد حاجته ورجل وهنا موضع الشاهد الأهم ورجل أصابته فاقه أصابه فقر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاة يعني محتاج بجوز عم يشتغل بجوز مش ملاقي شغل عندئذ فله أن يسأل لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حل لمشكلة اجتماعية شو قال قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاة من قومه لقد أصابت فلانا فاقه فحلت له المسألة مش القيسل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة السحتة إذن لما أنت بتطلب المال وأنت مش محتاج وقادر على العمل شو قال لك سحتة هبتأكل مال حرام هبتأكل مال الفقير روح اشتغل كون منتج يأكلها صاحبها سحتة هذا الحديث رواه مسلم هنا جيد أن ننبه لهذه المسألة لأنه إحنا عندنا ظاهرة سيئة في المجتمع ظاهرة الشحادة كثير من الناس مش كثير يعني بس موجود ناس تلاقي بيشحد على بواب المساجد وإحنا يعني كوننا أنا إمام من 27 سنة ونصف تقريبا فخبرتنا في هذا يعني نشعر وأيضا دققنا في هذا أحيانا أنه أكثر من 90% ممن يشحدون في المساجد كذابون قليل ما يكون فيه صادقين فما الحل لهذه المشكلة الاجتماعية ممكن فيه إنسان صادق نقول له لا تشحد كمان وين بده يروح راح هون وراح هون ما أحد عن طغير فما له هل له المسلمين والأصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده الناس يحل مشاكلهم طب الناس بإنها حل مشاكلهم فليوم فيه التنمية في كذا لكن في بعض الحالات تنقى محتاجة مدها حل لكن أيضا بنفس الوقت لا يستغلون هؤلاء الناس ويأخذوا أموال الفقراء يأخذوا السحت وبدل ما أعطيها للفقير اللي بيستاهل أروح أعطيها للإنسان بيستاهلش قبل حوالي عشرين سنة جاء شحاد عندنا على المسجد واحد من المصلين عنده مزرع قال له شو رايك أشغلك عندي بمئة وخمسين دينار مئة وخمسين دينار قبل عشرين سنة يعني عن خمسمية ستمية دينار اليوم فشو بيقول له هذا الشحاد بيقول له مئة وخمسين دينار أنا بحصل مئة وخمسين دينار في اليوم الواحد من هبل المساجد شو سمانه هبل المساجد مئة وخمسين دينار في اليوم فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا حديث فيه عجاز نبوي هذا الحديث ايش بيقول بيقول هذا الفقير لما بيجيك انت شو بعرفك انه فقير فقال لك لازم تسأل ثلاثة من ذوي الحجا من قومه هذا هو حل كل مشكلة الشحادة في وطننا في أوطاننا اللي بيجينا ما نعطيه فورا نقول له من اي عشيرة انت مين جماعتك مين عائلتك ومش بس من عائلتك مين اصحاب الحجا اصحاب العقول اصحاب الشرف مين شيخ عشيرتك مين ابوك مين جدك فعنده اذا منسألهم مش موسأل اتنين عادة الشهادة اتنين واتنين من اي مسلمين عدول ولا فلان فقير مش فقير قال فقير لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من اهل الحجا اهل العقول والشرف والمكانة شو الفائدة من هذا ومن قومه أيضا الناس بيعرفوه إذا سألناهم إن قالوا فقير ومنكون اطمئننا أنه عطينا المال في موضعه الصحيح إن قالوا فقير وهم قادرون على حمله من بهدلهم ليش أنتوا تاركين ابنكم مش قايمين فيه هون فقير وهم مش قاعدين نقوموا فيه فإحنا بنعطي المال ومرتاحين طب هذا قريبكم ابن عمك خالق جدك أخوك تاركينك من بهدلهم فعنده إذن نحرج الناس إنه ما في عائلة تترك ابنها وإذا كان كاذبا وغنيا وغير محتاج شو ما نقولهم ضبوا بنكم شوفوا وبنكم عم يشحد هذا حصلت معنا في المسجد مرة جاءنا واحد يشحد على باب المسجد فأنا كنت قيلهم للجنة المسجد عن الحديث وإنه إيش فائدة هذا العمل فصمنا نطبقوا على كل واحد يجي يشحد يجي يشحد والله إحنا مننا نتعرف نشوف بيتك كذا نسأل عنك جماعتك من أي عشيرة أنت من البيت مقطوع من شجرة مش مقطوع من شجرة فالمهم جاءنا واحد فقولنا له هات هويتك وإذا به من كبرى عشائر الأردن ومنهم مزراء نوا فمجرد مش مقطوعنا لو أنتم بيت فلان جاء تشحد قال داخل عليكم خلص والله ما بعيدها فأشوف هذه القضية مهمة جدا في معالجة هذه الشحادة أنه ما تكون مظهر مسيء للإسلام لكن بنفس الوقت ما نكون إحنا ضد هذا الفقير اللي مش نلاقيه نتأكد أنه فعلا هو فقير ونعطي المال بحقه ما يأخذ حق غيره وهو يكذب طبعا للنكتة مرة في أحد مساجد عمان أدخل الجنازة إلى المسجد فقبل ما يصلوا عادة بيقوموا أحيانا بعض القرار بيقول يا جماعة إذا حدي له دين على فلان كذا يسامح وإذا بدوش يسامح إحنا مستعدين نقوم فشو قاموا يقولوا على أنهم على أساس أقارب هذا المتوفى قالوا يا جماعة هذا متوفى وما ترك ماله إحنا مش قادرين نسد دينه فيا أخوها قبل ما يعني نصلي عليه ولا سمح الله يتعذب على هذا لو تتمرعوا لأخوكم الله يرحموا عليه دين كذا وكذا هم جمعوا لهم أكثر من ألف دينار صلوا الناس الجماعة اللي جايبين للجنازة اختبوا فصم الحذب وين يا جماعة وين كذا قال يا جماعة بتعرفوا الميت قال والله ما بنعرف قال افتح شوف وجهه فتحوا قالوا هو جذع شجرة لا في ميت ولا في كذا صلوا على جذع شجرة ففي ناس مجرمين في وسائل جلب المال بالسحت بالحرام فأبدأ نكون أيضا واعيين مش نكون عون لهمثال هؤلاء الفجرة الحكم الثالث هذا الذي اضطر إلى السؤال قلنا صار السؤال والشحدة في حقه جائزة قلنا من نتعامل معه بالطريقة التي ذكرناه لكن إذا كان مضطر بحيث أنه لو ما سأل بموت جوع أو بيهلك أهله أو بيموته من المرض عندئذ يصير السؤال في حقه واجبا ومن واجب الناس أن يعطوه عندئذ ويشهد لهذا قول الله تعالى لا تلقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك النوع الرابع من كان له بعض حاجة لكن يمكن أن يستغني أو يتحمل فهذا ندبه الشرع إلى التحمل وعدم السؤال أن تحفظ حرمتك ومروتك ووجهك ولا تسأل وتلقى إلى الله فإذا لجأت إلى الله فالله سيقضي حاجتك وبعلمك من خلال ذلك التوكل والاعتماد على الله سبحانه ويدل على هذا أيضا عدة نصوص منها حديث من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته إذا أنت بدك تظل تفكر من وين أخذ ربنا بيخليك فقير ومن نزلت به فاقة يعني فقر وحاجة فأنزلها بالله يوشك الله له برزق عاجل أو آجل رواه الترمذي وهو حديث حسن في رواية أخرى وهي صحيحة رواها أبو داود بلفظ يوشك الله له إما بموت عاجل أو غنى عاجل تصديقا لهذه الرواية كان في أحد الأئمة في عمان يقصده أحد الفقراء يشتغل لكن راتبه ضعيف فكان لما يحتاج خمسين دينار مئة دينار يجي على الشيخ يقول له يا شيخ أنا محتاج خمسين دبرني لما يكون مع الشيخ خمسين ولم يعطيه معوش قال الشيخ كل ما يجي طلب مني الله يسرها خلال يوم 24 ساعة تكون بإيدي فأعطيها شو ما يطلب ربنا يسر لو طلب مئتين ربنا يسر مئتين قال ليوم من الأيام وهذا تصديق للحديث أنه إذا إلك الرزق بيجيك لا تخاف يوم من الأيام يجي طلب من الشيخ مئت دينار الشيخ قاعد يوم يومين اسبوع اسبوعين ما يجت المئت دينار استغرب فسأل عن الرجال طلع ميت خلص الرزق تنتهت لما كان حي كانت الرزق تتجي لما مات خلص ما في رزقه فالرجل بعد ما طلب تاني يوم مات خلص ما في رزقه فشأن الثقة بالله ينبغي أن يكون حيا في قلوبنا أيضا يشهد لهذه المسألة إنه إذا كان عندك حاجة لكن تقدر تصبر أصبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم قد أفلح من أسلم ولوزق كفافا وقنعه الله بما آته اكتفي بالله الله آتاك إياه واجأ إلى الله سبحانه وكن مسلما لله وأيضا يشهد له حديث البخاري ومسلم ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس هذا حديث وليس مثل ناس فكر مثل وحديث في البخاري مسلم وإنما الغنى غنى النفس كون عفيف النفس وأيضا في الحديث إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه رواه البخاري ومسلم يعني لا تضلك تطلع على الناس تقول والله أنا فقير شوف فلان وشوف فلان شوف في ناس تحتك مش ملاقين اللقمة قل الحمد لله وأيضا في أحد الأحاديث في نفس المعنى في مسلم انظروا إلى من أسفل منكم أي في شأن الدنيا ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لا تزدروا لا تحتقروا نعمة الله عليكم نعمة الله عليكم أما في شأن الدين انظر إلى من فوقك نافس أي نعم الحكم الخامس الحكم الخامس إن جاءك شيء من المال وأنت لم تطلبه حتى لو لم تكن محتاجا جاز أن تأخذه لكن لا تكون متعلق بأموال الناس وطامع بمال هذا ومال هذا خلي قلبك سليم عندئذ إن جاءك شيء ولو لم تكن محتاجا خذه حل لك فإن شئت تستموله وتنتفع منه وإن شئت أن تتصدق به وإذا أنت مش محتاج وفي غيرك أكثر حاجة فالأولى عندئذ أن تتصدق به يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه منه وأفقر إليه مني فقال خذه فإذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل ما سألت ولا يشط طامع غير مشرفا مشرف النفس طامع متطلع غير مشرفا ولا سائلا فخذه فتموله فخذه فتموله يعني استفد منه مالا فإن شئت كله خذه لنفسك وإن شئت فتصدق به وما لا فلا تطبعه نفسك ما لم يأتك لا تطبعه نفسك لا تطمع وتطلع يمين شمال الحديث رواه البخاري ومسلم وفي رواية في مال قال إنما ذلك عن المسألة هذه اللي نهيناكم عنها فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله إلى الدرس القادم نبين تلك الحالات التي نبه إليها الشيخ في كيفية التعاون مع السؤال وما اختص به الصوفية من ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر